السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم كان عندي سؤال هل تعليق صورة شخص ميت على الحائط حرام او اي صورة في العموم تعليق على حرام ده وكأنه بيتكلم على حديث لعن الله لعن المصورون فلعن المصورين هنا كثير من الناس كانوا فيما يتعلق بالتدائم الكم بيعتبروا ان الصورة هي الصورة الفوتوغرافية وده الكلام في الحقيقة كلام مالوش اصل مالوش اصل ليه لان الصورة الفوتوغرافية ده اختراع الصورة التي كانت موجودة هناك هي الصورة التي كانت يتعلق بها النحت يتعلق بها التماثيل الكاملة المجسمة بالاجسام الطبيعية لكن الصور دي حبس ظل وإلا كنا نكسر المرايا لان الصورة الفوتوغرافية هي فكرتها هي نفس فكرة المرايا الانعكاس على جدار اخر او على لوح اخر او على شيء حساس اخر فالصورة ليست داخلة في هذا الامر وعليه تكون الصور اللي موجودة في البطايا والصور اللي موجودة على المكاتب والصور اللي موجودة على الحوائط كلها حلال حلال يعني ايه؟ يعني هذه الصور ليست هي التي توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابها بالترد من الرحمة بالترد من الرحمة ما حصلش ليسوا هؤلاء يبقى ايه اللي حاصل؟ يبقى انما الذين صنعوا الاصنام ولكي تعبد طب اللي ما عملوش كده اللي عملوا الاصنام لكي تعبد خلاص دول ما يكونش عليهم مش داخلين خالص اما الصورة اللي ذاتي الصورة الفوتوغرافية في خرج عن اطار وخرج عن الكلام في هذا الحديث وليست كل ما سمي بالصورة يكون المقصود بها الصورة الفوتوغرافية لان الله سبحانه وتعالى في احسن صورة ما شاء اركبك واحنا صورتنا دي صورة فوتوغرافية لا الصورة هنا النواء ايه؟ كيان له ابعاد وله عمق هو دي الصورة فلكن الصورة الفوتوغرافية دي لا ليها ظل ولا ليها حجم ولكنها صورة التقطت فكانت تعبيرا وكانت دلالة عن الصورة وليست عين الصورة فيا دلالة عن الصورة وليست عين الصورة وعشان كده ايه اللي حاصل هذه الصورة الفوتوغرافية لا تأخذ هذا الحكم بل هي يجوز ان هي تعلق ان تكون موجودة وليس فيها شيء